قال الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب القضاء القضاء في اللغة الحكم والفصل ويأتي ويراد به إحكام الشيء والفراغ من يقال قضاء يقضي قضاء إذا حكم على كل هو في اللغة الحكم والفصل أما تعريف القضاء في الاصطلاح فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات وقطع المنازعات طيب في هذا الزمن الشرع يظهر على جملة من الألسن الأول لسان الراوي فلسان الراوي هو خير لسان الثاني لسان من لسان المفتي الثالث لسان القاضي الرابع الرابع لسان الشاهد فإذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن الشريعة تظهر على أربعة ألسن هذه التي سمعناها على لسان الراوي والمفتي والقاضي والشاهد تظهر أو يظهر الحق طيب ما حكم القضاء القضاء فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقطا لإثم عن الباقين وإن امتنع كل الصالحين عن أثم إذا امتنعوا عن يأثمون جميعا لأن أمر الناس لا يستقيم إلا به لا يستقيم إلا به وهو من القرب لمن احتسب ففيه نصرة للمظلوم وإقامة للحد وإعطاء وإعطاء كل حق حقه وفيه الإصلاح بين الناس وقط الخصومات ما هو الفرق بين القضاء والإفتاء ما هو الفرق بينهما من يقول نعم القضاء ملزم أما الفتوى فليست ملزمة ذكر هذا من القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ما هي أدلة مشروعية القضاء الكتاب هو الصنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق من يأتي بآية أخرى نعم إنا أنزلنا إليك الكتاب نعم لتحكم بين الناس بما أراك الله لتحكم طيب أيضا نعم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إذ يحكمان أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وفي قول الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الآية فهذه الآية أصل في القضاء وفي الخلافة وَهَلْ أَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاهُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ طيب الإمامة العظمى بما تثبت كيف يصير الخليفة خليفة يعني ببيعة الناس له كما حصل كما حصل من من كما حصل لأبي بكر فقد اتفق عليه المهاجرون والأنصار وباياه إذن ببيعة الناس له الثاني نعم الثاني إذا تغلب بسيفه أو بالقوة فإنه يصير خليفة بالتغلب طيب مثلما كما حدث لعبد الملك ابن مروان مع ابن الزبير فقد تغلب وقتل عبد الله ابن الزبير وصار خليفة طيب الثالث إذا استخلف الإمام خليفة كما حدث من أبي بكر لعمر جعله الخليفة طيب الرابع بالنص وخلافة أبي بكر على القول بأنها يعني نص يستدل بها لأن النبي قدمه على الصلاة نعم بعضهم يقول بالنص والإجماع بالنص والإجماع طيب حكم تنصيب الخليفة هذا واجب لأن أمور الأمة لا تستقيم إلا بذلك ولهذا نصب الخليفة واجب والخروج عليه حراب الخروج عليه حراب ما هي شروط الخليفة أو القاضي أو الحاكم ما هي شروطه الأول أن يكون مسلما الأول أن يكون مسلما طيب لأن الإسلام شرط للعدالة والكافر ليس بعدل أيجوز أن يتولى الكافر على المسلم أو لا يجوز صحيح لا يجوز لقول الله وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما هذا من هذا من السبل يتولى عليه طيب إذن تولي الكافر رفعة له والمطلوب أن يذل حتى يعطي الجز يتعيد وهم صاغرون الثاني من شروط القاضي أن يكون مكلفا ما معنى أن يكون مكلفا أن يكون بالغا عاقلا لأن الصبي والمجنون غير مكلفين لا يكون طفل خليفة للمسلمين لو جعبك نعم أو أخذت منه لعبة أقام الدنيا صراخا لا هذا لا يصلح إذن يشترط أن يكون مكلفا بالغا عاقلا الشرط الثالث أن يكون حرا أن يكون حرا لماذا لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده ومشغول بحقوق سيده فليس أهلا للقضاء كالمرأة يشترط أن يكون ذكرا فلا تتولى المرأة القضاء لأنها ليست من أهل القضاء قال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رجه البخاري وأيضا إذا كانت مزوجة هي مشغولة بحقوق زوجها وأولادها تحتاج إلى الحمل والولاد ما أشبه ذلك فليست أهلا للقضاء طيب عندنا إشكال حديث العرباظ وإن تأمر عليكم عبد حبشي اسمع وأطع يعني للعبد الحبشي لكن هنا في أجوبة أحيانا قد يمثل بما لا يقع قل إن كان للرحمن ولد ثانيا أن هذا إذا ولاه القاضي أو الوالي طيب قالوا أيضا إذا كان هذا حاله قبل كان عبدا فكان هذا حاله هنا في أغواء البيان للشنقيط رحمه الله قال العلامة الشنقيط رحمه الله الثالث من شروط لإمام الأعظم كونه حرا فلا يجوز أن يكون عبدا ولا خلاف في هذا بين العلماء قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ولمسلم اسمعوا اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله حدث بذر وإن كان عبدا حبشيا الأجوبة الجواب أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود قل إن كان للرحمن الوجه الثاني أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرا من جهة الإمام الأعظم الوجه الثالث أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرا لاتصافه بما كان سابقا قال الله وآتوا اليتام أموالهم طيب ما معنى وآتوا اليتام اليتام لا لا يعطى المال أي الوصف الذي كانوا عليه وإلا فإن آنستم منهم رشدا لكن بالنسبة للمرأة نعم الحنفية خالف بالنسبة للمرأة طيب الشرط كم الخامس قالوا العدالة فلا يول الفاسق لقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا فهل يجوز أن يخرج عليه لا لا يجوز للأدلة المتكاثرة المتواترة والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث عبادة إلا أن تروا قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هنا قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا عندكم فيه من الله برهان فإذا رأينا كفرا ظاهرا بواحا هناك أيضا شروط كما ذكرها أهل العلم أن تكون هناك قدرة عند الخارجين أو عند يعني ماذا الخالعين لهذا الإمام أن لا تعود الفتنة أشد يعني كما يقال لا تهدم يعني مصرا وتبنو قصرا يعني دولة ويبني بيتا لا أيضا أن لا يلجأ إلى أعداء الإسلام ففروا من كافر ورجعوا إلى كافر كان الشيخ رحمة الله عليه يكرر ذلك ويذكر طيب هل له أن يخلع نفسه المسألة تعود إليه لو طرى عليه الفسق ورأ من نفس عدم القدرة فهذه تعود إليه لو أنه أعزل نفسه والناس بحاجة إليه يعني ما يوجد إلا هو الشريعة جاءت بالمصالح وتكثيرها وبدر المفاسد في الشنقيط ذكر هل له أن يعزل نفسه نعم ذكر هذا قرأ إن شاء الله طيب السابع من شروط الإمام طيب السادس السلامة من العاهات المزمنة قالوا كالصمم طيب كيف يكون قاضيا وخليفة وهو لا يسمع هذا ما ما يستقيم قالوا كالصمم و ألا يكون أخرس ما يتكلم يستطيع أن يتكلم بقي العمى يعني الله أعلم لا يشترط لماذا لأن الأعمى يعني تراه مدركا بل يكون بعضهم قاضيا فطنا إلى الغاية عنده خبرة فبالنسبة لي يعني البصر يعني لا يلزم وفي اشتراطه نظر ولا شك أنه كل ما كان سليما فهذا أولى لقول الله جل وعلا قال إن الله نعم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسر والله يؤتي ملكه من يشاء وفي قول الله إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي في بدنه الأمين في معاملته قالوا أيضا أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي وليا يعني صار واليا ولو في مذهبه لكن هذا أيضا يعني بمعنى أنه يستعين بأهل الاختصاص أن يكون مستعينا بأهل الاختصاص طيب هنا هل للإمام أن يعزل نفسه قال بعض العلم له ذلك قال القرطبي والدليل على أن له عزل نفسه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أقيلون يأقيلوني قال وقول الصحابة رضي الله عنهم لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك طيب هنا قال الشنقيطي إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة فلا نزاع في جواز عزله نفسه ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بعزله لنفسه وتسليمه الأمر إلى معاوية نعم إذن يعني إذا كان العزل لمصلحة فلا حرج طيب إلى ترجمة نانسي قنقر